بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين في طريق جديد نسلكه إلى الله نتدبر فيه ما ترك لنا العلماء وما فسر لنا المفسرون وما ينفعنا به أهل العلم إذا كان التصوف علم مؤسس على القرآن والسنة يسير على الشريعة فلما الجدل ولم الخلاف ولم التساؤلات كل هذا وأكثر في أمور قد تكون شائكة للبعض وقد تكون عادية لبعض آخر من الكرامة والاستدراج ومن الحال والأحوال ومن مفردات كثيرة بل مدخلات كثيرة استجدت مع ما استجد من علم التصوف نتوقف معكم الليلة في هذا التفسير وفي هذا الاستضاح وحول التجديد وحقيقة التجديد كما أذكركم بما نتحدث عنه في كل حلقة من الرسالة القشيرية وما ترك لنا الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء فيقول قال الأستاذ ويقصد أستاذه الدقاق رحمه الله يقول من حق العبد إذا آثر العزلة أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة للناس من شره ولا يقصد سلامته من شر الناس هكذا يقول ثم يذهب في آداب العزلة فيقول أن يحصل من العلوم ما يصحح به توحيده لكي لا يستهويه الشيطان بوساوسه ثم يحصل من علوم الشرع ما يؤدي به فرضه هكذا قال لنا الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله وهكذا نتدبر معكم ونجيب معكم من علمائنا الليلة في طريق جديد إلى الله في مملكة الدرويش